تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقائية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره وعلى ضوء إلزام جميع مكاتب السفر والسياحة بالوقف الفوري للعروض الترويجية للسفر إلى إيران فقد قامت هيئة البحرين للسياحة والمعارض وبالتنسيق مع إدارة التفتيش وإدارة التسجيل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بغلق اثنين من مكاتب السفر غير المرخصة التي تقوم بالإعلان عن عروض ترويجية لعدد من الوجهات السياحية ومن ضمنها إيران دون الحصول على الترخيص المطلوب وتؤكد هيئة البحرين للسياحة والمعارض أنها مستمرة في أعمال الرقابة بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة وعلى الأخص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الصحة ومباشرة جميع الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين وإنزال أقصى العقوبات وفق ما تنظمه القوانين المعمول بها في مملكة البحرين وما تتطلبه مقتضيات المصرح العامة مشددة في هذا الإطار على المسؤولية التي تقع على عاتق مكاتب السفر والسياحة لما تتطلبه الظروف الرهنة من الالتزام التام بالقرارات والتعليمات الصادرة لها على ضوء الإجراءات الاحترازية التي أقامتها مملكة البحرين لمكافحة فيروس كورونا وبالتنسيق مع إدارة التفتيش في وزارة التجارة والصناعة والسياحة أقامت هيئة البحرين حملة تفتيشية على بعض المكاتب التي تمارس وتزاول نشاط سياحي بدون ترخيص وتؤكد هيئة البحرين السياحة والمعارض بأهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة لمكاتب السفر والسياحة بشأن عدم السفر إلى البلدان التي تم حضر السفر إليها